السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي قناة الوصفات الطبيعية لزيادة الوزن ووصفات مجربة ناجحة نتيجتها مضمونة 100% فيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة لتكبير المناطق الانتوية يعني منطقة الصدر والمؤخرة ستكون بواحد المكون سبيسيال لهذا المناطق هذه وتبتل فعالية جعله بتجارب ديال بزاف ديال البنات اللي استعملوا وعطاهم نتائج وعرة وكيستعودتو من عندي دائما قبل ما نعطيكم شو وصفة كنقول لكم واش تصلح للرجال واش تصلح الوليدات الصغار واش تصلح العائلة كلها وصفة اليوم غادي تصلح فقط للنساء يعني ممنوع يستعملوها الرجال لانه المكون اللي غادي نشارك معاكم اليوم ان شاء الله كيحفز هرمون الاستروجي اللي هو هرمون انتوي دونك ممنوع منعا كل يستعملوها الرجال وحتى الوليدات الصغار ما يستعملوهاش يعني غادي تكون حكرا فقط على النساء وصفتنا بيوتي كيف قلت لكم ما كتخلوش من الفوائد الصحية دونك بغد نظر على تكبير حجم المناطق الانتوية فهي عندها فوائد كبيرة وكبيرة بزاف للسيدات بدون الفيديو دينا على بركة الله ما تمشيو فين خليكم معايا حتى الاخر ولكل من كيشد قناتي وكيك تشفها الاول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والامنة معليه الا تابونه في القناة دينا بالضغط لزر الاحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصوش فعلو خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حطوه واهم خطوه ما تبخلوش عليها بلايك تجيلكم بالبرتاج للفيديو كدلك بالتعليق زوينا اذا رغزالت جالية غادي نبدو الفيديو دينا على بركة الله ولكن قبل غادي نقول لكم واحد المعلومه زوينا بزاف نسيت ما قلتاش لكم في مقدمات الفيديو وصفة اليوم ما غادي تدير لكم الكرش لجناب كان بعد الخطرات اللي بنات كيستعملوا وصفات لزيادة الوزن وكتغلط لهم الجسم كامل كتبين لهم الكرش وكتخرج لهم حتى الجناب هاد الوصفة هادي ما غاديش تعانون هاد المشكل هادا بتاعة غادي تكبر لكم فقط منطقة الصدر غادي تبرزها وكذلك غادي تكبر لكم حتى في حجم المؤخرة بنسبة الجناب غادي تدخلهم لانو المكويلة غادي نشاركوا معاكم في واحد الميزة ديال توزيع الدهون في الجسم دونك هو بحالة غادي نحط لكم الجسم تيالكم غادي توليوا او الجسمكم غادي يولي بحال الساعة ديالرمل وقبل ما نكتشفوا شنو هاد المكوين هادا غادي نقول لكم بعض الفوائد جالو بالخصوص كيبيت لكم للسيدات فهو غادي يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية غادي يساعد في علاج المشكل ديال الشعر الزائد اللي بنات اللي كيعانون هاد المشكل هادا كان موليهم الشعر بكترة غادي يقلل منو كيزيد في الرغبة الجنسية كيساعد في تنظيم الدورة الشهرية كيقلل من اعراض السن اليأس لما كنا بيش اقول سن يأس نقوله السن اولى الفترة اللي كتنقطع لكم في هالدورة الشهرية ديك الهبات الساخنة وديك الفيضة كيف كنقوله بالدرجة المغربية ديالنا كيقلل من هاد الاعراض هادي كيعالج جميع مشاكل المهبل يعني الحكة الجفاف وحتى الالام اللي كتكون خلال الجماع كيقلل منها كيزيد في اضرار الحليب والميزة الزوينة في هاد المكاوين هادا هو انه كيحتوي على واحد المستويات عالية من واحد الهرمون اسميته الفلافون ويد اش كيدير هاد الهرمون هادا كيزيد من مستويات الاستروجين كيفرز الاستروجين بواحد شكل كبير بزعف هاد شي اللي كيحفز نمو التدي وكذلك كيكبر في حجم المؤخرة وعلى العموم فهو هرمون الاستروجين فيه موجود يعني بصفة طبيعية وكيلعب واحد تدور اساسي في توزيع الدهون كيفيت لكم في الجسم يعني ما كيخليهاش فقط في منطقة البطن وانما كيوزعها وكيدال هاد البلايس هادي اللي احنا بغين انكبروها عنده بزاف 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 جيل فوائد العيالات مخصوش يخطاكم هاد المكاوين هادا اللي هو الشمر اولى زريعة البزباس اولى النافع كيف كنقولو الدرجة المغربية جانا وسبق لي قدمت لكم واحد الفيديو فيه الفرق ما بين الينسون والشمر الينسون مشي هو الشمر البنات الينسون كتكون الحبات ديالو صغيرة الينسون وحبة حلاوة كتكون الحبات ديالو صغيرة وكيكون اللون دياله غامق شوية اما الشمر اولى النافع اولى زريعة البزباس انا قلت لكم قال المسميات ديالو فكتكون الحبات ديالو طويلة وكيكون اللون ديالو فاتح الشمر هو هادا اللي كتشوفوه معايا فالصورة غادي نشدوه غادي نطحنوه نقياه بطبيعة الحال نطحنوه ما نحمروه متى شي حاجة نطحنوه وغادي ناخدو البودرة ديالو هي اللي غادي مدوكا نستعملوها هادي البودرة ديالو نافع كيف كتشوفوه معايا اولى الشمر اولى زريعة البزباس غادي نحتاجوه منها فقط نصف ملعقة صغيرة ما غادي نشدوه واحد الكيمية كبيرة اللي استرعيكم وابناء تركزوه معايا في المقادر دائما هاد الاعشاب هادي اللي كتتحفز هرمون الاستروجين او لكتلعب بالهرمونا ديانا ما خصناش نكتروا منها ها نستعملوه منها واحد الكيمية اللي هي معقولة طيق غادي ناخدو فقط نصف ملعقة من هاد البودرة هادي ديال ديال الشمر وغادي نديروها في كاس ديال الحليب هاد الحليب هادره مش عادي هاد حليب نباتي مشي حليب ديال ابقار سبق ليشاركت معاكم بزاف الانواع ديال حليب النباتي درت معاكم حليب سويا فولسايا درت معاكم حليب ديال الحمص الحمص قدرت معاكم حليب ديال الشوفان اللي هو خطير جدا واللي ولا كي يستعملوه الناس بكثرة دو كنتو ما غا تختاروا واحد من هاد الانواع هادي الا استعملتو حليب الابقار غادي اعطيكم نتيجة ماشي ما غاديش اعطيكم نتيجة ولكن الحليب النباتي النتيجة ديالتو مضاعفة مضاعفة بشكل كبير يعني غادي اعطيكم دبل ولا تريبل نتيجة ديال الحليب ديال الابقار انا هنا شخصيا مستعمل حليب الشوفان غادي ناخدو منو كاس راني شاركتو معاكم مؤخرا شاركتو معاكم طريقة تحتها ديالو ناس اللي ما شافواش غادي اخلي لكم رابط ديال فيديو في صندوق الوصف وغادي اطاليكم ايضا في الاخر ديال ديال الفيديو هادا سيرو جربو هرا هو هائل كتستعملوه فاشو ما بايوتو ماشي بالضرورة لزيادة الوزن ممكن تاخدوها كاف الحياة العادية ديالكم را عندو بزاف ديال فوائد دونك ارجوع الفيديو ديالنا غادي سنايا كاس جيل حليب جيل شوفا ندرت فيدي كنس اسماعيل قاد جيل البودرة جيل زريعة البسباس وغادي نحركو وغادي ناخدوه في الليل كيتخاد قويس واحد في النهار كافي كيكون اخر حاجة كتاخدوها في النهار جيلكم بالليل قبل ما تناسوا مباشرة تكونوا داخل الفراش جيلكم تاخدوه وتناسوا تبعوه لمدة ديال خمسة عشر يوم غادي يعطيكم نتيجة خمسة عشر يوم وغادي تباليكم النتيجة ووقفوا واحد الفترة تقريبا واحد الاسبوع وعاودوا رجعو تبعوه سواء عطاكم النتيجة في ديك خمسة عشر يوم او لما عطاكم شو رجعو وكملوه من بعد اراه زوين بزاف البناتو كيعطوا حد نتيجة واعرة واعرة بزاف بالنسبة لهاد الوصفة هادي جربوها بزاف ديال البنات غير بحلي بالابقار وعطتهم نتيجة ولكن اليوم كيبت لكم عطيتها لكم وضاعفة بحلي بدير شوفان وبالنسبة للفترة ديال الدورة الشهرية كنصحكم انكم ما تستعملوش توقفوا ديك الفترة هاديك حتى تفوتكم ومن بعد اعودوا رجعو لي اونا حبيب جليا غا تكون سلامة فيديو اليوم كنتم لات الاجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معايا قبل ما تخرجوكم ما تستعموش تدعموني بلايك ديالكم باتكم تحطوا لي بزاف ديال لايكات باش هاكا تشجعوني ما تستعموش كدري كأنكم تبارتاجيوا الفيديو مع غالبنات اللي باغين يكبروا في حجم المناطق الانتوية ديالهم بطريقة طبيعية وامينة خلوا لي يتعليق ذوينا ديالكم اللي كانكن سعيدة جدا كل ما قلتها وحنا نتلقى ان شاء الله فيديو جديدة ووصفة جديدة كنقلكم تهلا وفريوسكم كنبغيكم بزاف السلام عليكم اشتركوا في القناة